السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق شوية انتمنى اخواني اخواتي انكم تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير في هذا الفيديو اليوم سنتكلموا عن نيزار نيزار اخواني اخواتي اللي احنا كامنين كان ضمنه مع نيزار لانه نيزار اللي كلدق نيزار اللي تشوه كرجل مغربي تشوه فقط لانه بغى دكسيدة حب دكسيدة وبغاها للحلال وتزوج بها من بعد ما تشوه في المغرب كامل وكل شي ما كي يضحك عليه كي يضربو يعني كي يعمله لادرا كل واحد واشنو كي يدير دكسيد وهكاك واصدمع الكرامة ديالو ومشال عند نادا الحسي وفي الاخير نادا الحسي سمسراتو اخواتي اللي الكنت ديالو الجيب ديالو اخواتي ما بقى عنده حتى باش يشري مسكيله ووكه على سنانه ما بقى عنده لا ريال ولا جوج حتى الطاكسي ما بقى باش يركب فيه ما لاقش باش يركب حتى في الطاكسي ما بقى عنده حتى باش يعيط لها سمسراتو درت على ظهر الصالون الفلوس كامل اللي كانوا عنده نيزار كلهم اخذتهم ليه وجمعت معلدي اولا ودرت الصالون على ظهر نيزار وجمعت نيزار مدى دا سيمة وجمعتو كيبغيها ودرت ليه كل شيء المدة ديالت شهرين فيها تعارف فيها زواج فيها نصيب نصيب نصبات عليه سمسراتو ودرت ليه الريالات كامل اللي كان عنده واش هاد السيد عارف هو ما عنده تريال اللي تلقاتو هو خلاتو الريال ولا جوج تلك الفلوس كي يصور فيه عنده تلك الفلوس شرى الرأس و ايفون شرى الرأس و كي يصور به ادأتو ليه قالت لي حبيبي انه انه نديره واحد الفيديو وقال لي يعطيته لك هديته لك ودر معهم بسكين فيديو بقى عكا يشوف مشارك عيني بقى يشوف ادك شيء قالتو لي كي يديره هي صانعة الافلام هي اللي تصنع الافلام وكتضحك على الشعب المغربي وكتستحمر المغاربة وكتستحمرنا كتستحمر الشعب المغربي فقال لي نود صور معي وقال لي هذا التليفون اللي شرى الرأسك هديته لي ودك شيء اللي در معهم ودتلي التليفون ودر مع صاحب صاحب لي هو يعف الفيديو الساعة نصبت عليه ودتلي التليفون وخلت لي واحد التليفون لا نقول لكم اخوتي وما تعطيوه حتى الكلب والكلب حاشا وجوه كم لا يشد كلهم يا ربي يشد لي شوية هذا الشيء كامل شوية الحقرة هذه شوية الحقرة التي تحقرها هذا الراجل سوف نقول لكم أننا ضد الحقرة سواء للراجل أو للمرأة سواء للراجل أو للمرأة نحن دائما مع المظلم نحن دائما مع المظلم وفي هذه الملف هذا بالضبط نزار تظلموا بثاف كون ملقش الملولي اللي يخدم معها راجل اللي يخدم معها راجل ودخلوا لدارهم ونعسوا وفراشوا غير هذا خير غير هذا خير ونحن نذار ينسى الخير فهدف حداته خير اللي ارماتوا مرته اللي كتب معه العقد حلالا طيبا كي يشركوا ويالحياة كاملة وارماتوا الشارع للزنقاء اللي ارماتوا ما عنده لا ريال ولا جوج لماذا ما جريتش عنه من كان عنده القونط عامر لماذا ما جريتش عنه النهر المحترم اللي حصنات راسها اللي حصنات راسها وحترمت راسها وما شفحت شي راجل من غير راجلها من داره ومن دار راجلها أناك من الأب �تيا نحن درا استخفي كامل وترجو بحيث أن اتفكم ملح لأن قمت قريبة والمرض بالمرض كانت دار والمرض لا تهريد ان شاء الله سوف يجب ان يتعامل معه ويجب ان يتعامل معه ويجب ان يتعصب لكن هذا العوامل الكامل الذي اذكرنا كلهم يجب ان تفاقصه ويجب ان يفكر انه يوضع حد حياته ما هي هذه المرحلة التي وصلنا لها مع هذه السيدة أحسن بخشافه كل شيء شعبك كل شيء شعبك ويجب ان يتكلم عن هذه المعزلة ويجب ان نفعج بك كل شيء شعبك ولكن اخراج او ساعة قادرين او سوي على اخبارك والسيء جديد او سوي على احبارك ان شاء الله يا ربي وعد العواشر لأنك خاصكي تربي أنت خاصكي تربي ملا أنت مربي لأمك مربي لأ تريك تكون مربي أو شي حاجة الله يسترMT يستر يا ربي السلامة تبقي يستر تبقي يستر خاصكي تربي تعديتي على الناس تعديتي على ذك ولد الناس لاتقى فيك وجه الله بغي يعطيك اسمته لبنتك بغي يعطيك اسمته لبنتك تلقى لمن تقول با هذا في حداته خير لك شديت انت هي الخير اللي غايدة فيك دراجا نطيك وكلتيه العصاق بوستيه رجلي قدم اللي سواء اللي ما يسواء كيف يوستيك في رجليك شكنت كوني شكنت كوني يا أختي ركعة شاروطية ركعة من الزنقة ركعة ما تسوي ما تصلحي يا أختي ركعة ما تصلحي ما تصلحي رحنا ما تقول وشي حاجة اللي ما فيك شهاد شي كله وما خصكش تقلقي ها تعديتي على ولد الناس رضيتي ما سخوط دسخت من عند الموبة ها واككك وتابعك وما شي مشكلة رزقوا اعطاه لك خوتي لي للكونت سمسارتي مرقب سكين تباشي تباشي شريتت صندالة مرقباش شريها تاكسي مرقباش مشي فيه ها سمسارتي وسالتي يا معا وصيفتي يا الله تباشي يا الله تباشي في حالتك يا الله تباشي عند أمك كيف يمشي عند أمك عشرة ايام باش طلقته دائما تقول لي ما خليته ما خليته يمشي عند أمك حشرة ايام باش طلقته اه يدخل على لماما مدخل معه تاكلوا الليمون في الدائم اه ما شري المحتاخ خنشة الدواء لحتيه لمه لا ريال ولا جوج اه بيننا من المشاريع والبوتيكات عن طيبة من الطيراز الرافعة لاستطيع ادريه مع الأخوان الذين يزيلون بأخوان هذا كان يتنزع لك حيث كان تتربي من الكثير من الشيخ و ترفي بأنك تظهر بأخوان صالحة اخواني اخواني أتمنى منكم انكم كاملين تشجعوني لانه نظار محتاج للدعم المعناوي محتاج اننا نشجعوه واش سيد كي يطلع في الطندنس سيد يدخل الملايين ديال الفلوس وفي الاخر التليفون اللي عنده ديال فضيحة وشوانة مرضاش قلت لكم نعطي حتى للكليب ديالي ما نعطيهش ليه هاد شراه لا يعقل اخواني اخوتي فانتمنى منكم انكم دعموا نظار دعم نفسي وكنطلب من المتتبعين جالي اللي تبغيوني في القناة ديالي انهم يمشيوا عند محمد سبيتي القناة ديالي ورام اسميتها شني زار سبيتي اسميتها محمد سبيتي ودخلوا عنده اخواني اخوتي وشجعوه الله يجازيكم باخير باش نحاولوا نرفعوا من المعنويات ديال دك الدري راه درويش راه ماشي ممثيل راه اللي على قلبه على لسانه اللي كينة كي يقولها كي يهضر كي تكلم عفوي راه هي اللي علمته الشيطان وعلمته التحرميات ولكن مدت منه لا حق لا باطل بغت تعلم ويبقى يدير ذاك شي دير الشيطان وكتعلمه وتتعلم خوتو كيفما شفتو كاملين في الرسائل والتواصل اللي كتواصل معاهم كاملين هي اللي كتطرح للمسلسالات دياله اللي غادي تدير والتنزل على كل اللي غا تنزل على الشعب المغربي يعني هي صاحبة الافلام هي اللي كتتمثل وهي اللي كتفرد عليهم هشنو يديروا فذك الولد هاذا ايش غا نقول لكم راه فكوا ربي راه ربي كي يبغي عيلا ديك النية اللي اعطاه الله راه كي يقولوا هالعالانيات وكم ترزاقون عالانيات وكم ترزاقون ولله الحمد فالله يجعلنا من المظلومين ولا تجعلنا من الظالمين اخواني اخواتيو كي يبغي الاخ نيزار انه يلايكي هذا الفيديو و يبرتاجيه على او سعي نطاق اخواني اخواتيو وتعليق تعليق 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 واللي بقي مشتركش يخلي اابوني ونواصل في نفس الموضوع في الحلقة المقبلة خليتكم على خير والسلام عليكم